ستيك الجاج مع صوص المشروم وصفة صحية وكتير سريعة وسهلة وطيبة وبتخلص معاكم بأقل من نص ساعة وكمان رح أحكي لكم الطريقة الصح كيف نطبخ الجاج وقدي المدة اللازم نخلي فيها على النار لحتى يضلوا معانا جوسي وطري وتابعوا معين وصفة على طريقتي من قناتي رنخ الطاب وتعالوا نشوف كيف طريقة التحضير بالبداية بدي أحضر لصدور الجاج رح أحط كل إطعاء بكيس نايلون أو بين ورقتين من الزبدة وبحتاج إني أدقها من الجهة السميكة اللي بتكون فيها بهذا الشكل لحتى تصير كلها عندي نفس السماكة أهم شي ما بدنا نرفعها بزيادة عشان ما تنشف معانا وقت الطبخ ورح أكمل باقي الإطاع بنفس الطريقة وبعدين رح أنضف الجاج بالخل والليمون وبغسله وبعدين بصفيه تماما لحتى يكون عندي جاهز هلا للتتبيلة بحطه بعدين بكيس تاني نظيف هلا رح أبدأ تابله بحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وعندي هون بهار جاج مشكل مكوناته بتكون بصل وتوم بودرة بابريكا وفلفل حار وفلفل أسود عندي هون كمان بحتاج لتقريبا معلقة كبيرة من عصير الليمون هيك عندي هاي كل البهارات هيك بكيس نايلون بتخلطوهم بطريقة أسهل وأسرع وكمان إذا عندكم وقت تقدروا إنكم تخلوه بالتلاجة أنا رح أبدأ فيها هلا مباشرة بحتاج لقلاية تكون عميقة شوي رح أحط فيها مكعب من الزبدة وكمان تقريبا معلقة كبيرة من زيت الزيتون بسخن القلاية كتير منيح وبعدين ببدأ أنزل بسدور الجاج أهم شي إنكم ما تنزلوا الجاج على القلاية وهي باردة عشان ما ينزل عنا المي اللي بالجاج وبعدين يصير عنا ناشف بهاي الطريقة بتحفزوا عليه إنه يضله جوسي وطري منخلي على أول جهة لمدة 3 دقائق على نار عالية وبعدين لمدة دقيقة على نار هادية وبستخلص الأربع دقائق الأولى منقلبوا بهذا الشكل وبنتبع نفس الطريقة 3 دقائق على نار عالية ودقيقة على نار هادية وبعدين مباشرة منرفع قطع الجاج على صحة ننضيف على جنب هلأ بنفس القلاية بدي أحضر لصوص المشروم عندي هون بصلة صغيرة مفرومة ناعم بهذا الشكل رح أنزلها على القلاية وبعدين كمان عندي هون علبة مشروم فرش مقشرتها بعدين قطعتها لأربع بهذا الشكل رح أقلبهم مع بعض قريبا لمدة دقيقتين ثلاثة نقلبهم هيك شوي مع بعض بعدين نزلت مكعب من الزبدة لأنه المشروم هيك مثل السفنج بتحسوه بيشرب كل الدهن اللي كان بالقلاية فمنضيف زيت أو زبدة حسب ما بتحبه وكمان ضفت سنتوم واحد مهروس ناعم هلأ رح أحتاج أني أضيف مكعب واحد من مرأة الجاج دوبته بكوب من المي الساخنة وبعدين كمان بحتاج لكوب واحد أو كوب ونص من كريمة الطبخ رح نقلبهم هلأ مع بعض مني حنتركهم على نار هادية لحتى يتسبك عندي صوص المشروم وإضافة اختيارية بس تعتطعمي كتير طيب اللي هي جبنة البرميزان كمان منضيف منها تقريبا هيك بعلقتين كبار بتركهم يتسبكوا مع بعض كتير منيح وبهذا الوقت بدي أحضر للخضار الستة الخضار عندي هون أنا مجمدة فبتنجرة على النار حطيت مكعب من الزبدة وبنزل عليه الخضار رح أتركهم هيك على نار عالية لحتى يفك عنهم التلش بعدين بغطيهم وبتركهم على النار لمدة خمس دقايق بالزبط وبعدين هيك بصيروا عندي جاهزين أنا بعد ما أطفي عليهم النار بضيف عليهم رشة من الفلفل الأسود وكمان رشة من الأوريغانو وآخر شي بضيف قبل التقديم مباشرة بحب أضيف الملح إذا كانت الخضار اللي عم تستخدموها فرش تقدروا تضيفوا ربع كوب من المي معاها بمدة الطبخ لحتى تتأكدوا إنها تستوي معاكم وهلا قبل التقديم مباشرة خطوة اختيارية إنكم تقدروا ترجعوا الجاج شوي على صوس المشروم أو بتقدروا تقدموه مباشرة من دون ما ترجعوا على الصوس وبس هيك بتقدمو الوصفة طبعا الوصفة بلبق معها خيارات كتير تقدروا تقدمو معاها روز مع كارونا تقدروا تضيفوا معاها متل ما أنا عملت خضار ستة تقدروا كمان تضيفوا معاها بطاطا مهروسة متل ما بتحبوا بتقدم معاها خيارات كتير وأنا كمان قبل التقديم هيك مباشرة حطت عليها شوي من جبنة البرمزان والبقدونس بتمنى إن تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها وتعطوني رأيكم فيها إن شاء الله رح تعجبكم كتير وإذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملولي لايك وسبسكرايب ونلتقي إن شاء الله بفيديو جديد باي باي